أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وسهلا ومرحبا يا أبنائي في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية لقاؤنا اليوم مع درس نحوي جديد بعنوان أسلوب المدح والذن أبناء الأعزاء عندما نرى شيئا أو شخصا فيعجبنا وينال استحسانا لدينا فإننا نذكر مزاياه ومحاسنه وهذا يسمى مدحا أما إذا لم ينال إعجابنا شيء أو شخص أو غير ذلك فإننا نعدد عيوبه ومساوئه وهذا يسمى ذن فالمدح يا أبنائي هو ذكر المزايا والمحاسن أما الذن فهو ذكر العيوب والمساوئ تعالوا يا أبنائي الأحباء لنقرأ معا هذين المثالين لنتعرف إلى أسلوب المدح في لغتنا العربية ومكوناته المثال الأول نعم الخلق الصدق والمثال الثاني بئس الخلق الكذب في المثال الأول نعم الخلق الصدق نلاحظ يا أبنائي أننا امتدحنا خلق الصدق واستخدمنا لذلك الفعل أحسنت بني الفعل نعمة وفي المثال الثاني بئس الخلق الكذب نلاحظ أننا نذم ونستقبح الكذب ولذلك استخدمنا معه الفعل بئسا نستنتج من كل ما سبق أن الفعل نعمة يستخدم للمدح يا أبنائي أما الفعل بئسة فيستخدم للذن ونلاحظ معني يا أبنائي أن هذا الأسلوب يتكون من سلاسة أجزاء وهي أولا فعل المدح أو الذن ثانيا فاعل نعمة أو بئسة ثالثا المخصوص بالمدح أو الذن تعالوا لنطبق ذلك على المثالين السابقين المثال الأول وهو نعمة الخلق الصدق لاحظ معي يا أبني فعل المدح وهو الركن الأول وهو نعمة معي تعالوا إلى إعرابه كيف نعربه نعربه على هذه الصورة فعل ماض جامد ومعنى جامد يا أبنائي أي لا يأتي منه المضارع والأمر فيأتي على صورة الماضي فقط لنستكمل الإعراب مبني على الفتح يفيد المدح نأتي إلى الركن الثاني من أركان هذا الأسلوب وهو فاعل نعمة كلمة الخلق وإعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم نأتي إلى الركن الثالث وهو المخصوص بالمدح وهو هنا كلمة الصدق وإعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم والجملة الفعلية يا أبنائي قبله وهي جملة نعمة الخلق في محل رفع خبر مقدم ويجوز يا أبنائي أن يعرب المخصوص خبرا مرفوعا وعلامة رفعه الضم لمبتدأ محزوف وجوبا تقديره هو وفي المثال الثاني بئس الخلق الكذب فعل الضم هنا أحسنت بني هو بئس وإعرابه فعل ماض جامد أي لا يأتي منه المضارع والأمر يا أبنائي كما ذكرنا مبني على الفتح يفيد الذم فاعل بئس هنا أحسنت بني وهو كلمة الخلق وإعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المخصوص بالذم هنا وهو كلمة الكذب وإعرابه كما أعربنا سابقا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم والجملة الفعلية قبله بئس الخلق في محل رفع خبر مقدم ويجوز يا أبنائي أن يعرب المخصوص خبرا مرفوعا وعلامة رفعه الضم لمبتدأ محزوف وجوبا تقديره هو ملحوظتان مهمتان قد يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم على فعله وفي هذه الحالة لا يعرب إلا مبتدأا مرفوعا والجملة بعده خبره مثل الصدق نعم الخلق فالصدق هنا أحسن تابني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم والجملة الفعلية نعم الخلق في محل رفع خبر لهذا المبتدأ الملحوظة الثانية أنه قد يحظف المخصوص ويفهم من سياق الكلام مثل قوله تعالى إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي نعم العبد أيوب فالمحذوف كان كلمة أيوب ومثل ذلك أيضا الأم ترعى أولادها فنعم العمل أين المخصوص المخصوص محذوف علينا أن نستنبطه ونستنتجه من السياق أي فنعم العمل الرعاية والآن هيا بنا يا ابناء الأحباء لنقرأ معا الأمثلة التالية لنتعرف إلى أنواع فاعل نعمة أو بئسة نعم الخلق الوفاء اقرأ معي يا بني بئس طبع المرء الخيانة نعم عملا أداء الأمانة نعم من يتكلم البليغ بئس ما تسعى إليه الشر في المثال الأول الذي بين أيدينا نعم الخلق الوفاء نلاحظ أن فعل المدح أحسنت بني هو نعمة أين فاعله أحسنت بني وهو كلمة الخلق ونلاحظ أنه قد أتى معرفا بالألف واللام وهذا هو النوع الأول من أنواع فاعل نعمة أو بئسة إلى البثال الثاني بئس طبع المرء الخيانة نلاحظ أن فعل الزم هو بئسة وفاعله طبع أنه قد أضيف إلى كلمة المرء وهو اسم معرف بالألف واللام أي أن الفاعل طبع مضاف إلى المعرف بالألف واللام وهذا هو النوع الثاني من أنواع فاعل نعمة أو بئسة نأتي إلى المثال الثالث نعمة عملا أداء الأمانة واحظ معي يا بني أن فعل المدح هنا أحسنت هو نعمة أين الفاعل فاعله هنا يا بني وركز جيدا فاعله هنا ضمير مستتر تقديره هو يطابق المخصوص المخصوص هنا أداء أداء الأمانة إذن لا بد أن نأتي بالضمير هو ليطابق كلمة أداء فاعله هنا ضمير مستتر تقديره هو يطابق المخصوص نوعا وعددا ونلاحظ أنه قد جاءت بعده نكرة وهي كلمة عملا أعرابها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي أن الفاعل يا بني ضمير مستتر أتت بعده نكرة تفسره تعرب تمييزا وهذا هو النوع السالس من أنواع فاعل نعمة أو بئسة نأتي إلى المثال الرابع نعمة من يتكلم البليغ والآن أظنكم يا أبنائي قد تمرستم وتستطيعون استخراج الفعل بسهولة فعل المدح هنا أحسنت محمد فعل المدح هنا هو نعمة وفاعله أحسنت نعمة من؟ إذن الفاعل هنا من؟ من هنا يا أبنائي اسم موصول للعاقل بمعنى لذي أي أن الفاعل هنا اسم موصول وهو من؟ وهذا هو النوع الرابع من أنواع فاعل نعمة أو بئسة نأتي إلى المثال الخامس والأخير وهو يقول بئسة ما تسعى إليه الشر نلاحظ معا أن فعل الزم هنا هو بئسة وفاعله هو ما؟ وهو اسم موصول مثل من يا أبنائي ولكنه لغير العاقل وركز جيدا أي لغير الإنسان وهو بمعنى لذي أي أن الفاعل هنا هو اسم موصول وهو ما؟ ويتبع هذا النوع النوع الرابع أيضا مثل المثال السابق أن أنواع فاعل نعمة أو بئسة على النحو التالي النوع الأول اسم معرف بالألف واللام النوع الثاني اسم مضاف إلى اسم معرف بالألف واللام النوع الثالث ضمير مستتر يطابق المخصوص نوعا وعددا وتأتي بعده نكرة تفسره تعرب تمييزا أما النوع الرابع فهو اسم موصول من الممكن أن يكون من الموصولة؟ التي للعاقل أو ما الموصولة التي تستخدم لغير العاقل؟ والسؤال الآن يا أبنائي هل هناك أفعال أخرى تستعمل للمدح والذم غير نعمة وبئسة؟ والجواب نعم يا أبنائي هناك الفعل حب الذي يستعمل للمدح إن كان مثبتا ويستعمل للذم إن كان منفيا أي مسبوقا بأداة نفي لا ويكون الفاعل في الحالتين يا أبنائي هو اسم الإشارة ذا تعالوا لنقرأ معا المثالين التاليين ونطبق ما قلنا حبذ الإخلاص لا حبذ الإهمال في المثال الأول حبذ الإخلاص فعل المدح هنا معنا هو حبا إعرابه كما أعربنا نعمة فعل ماض جامد أي لا يأتي منه المضارع والأمر مبني على الفتح يفيد المدح الفاعل هنا هو اسم الإشارة ذا وإعرابه اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل أين المخصوص بالمدح؟ أحسنت بني المخصوص بالمدح هنا كلمة الإخلاص وإعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية قبله حبذ المكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم ويجوز يا ابنائي أن يعرب المخصوص خبرا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة لمبتدأ محزوف وجوبا تقديره هو لنأتي إلى المثال الثاني لا حب ذا الإهمال فعل الذن هنا لا حب وإعرابه لا حرف نفي وحب فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد الذن لأنه مصبوخ بلا يا ابنائي الفاعل هنا أحسنت بنيا هو اسم الإشارة ذا وإعرابه اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل أما المخصوص بالذن وهو الإهمال إعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية قبله لا حب ذا في محل رفع خبر مقدم ويجوز كما ذكرنا أن يعرب المخصوص خبرا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة لمبتدأ محزوف وجوبا تخديره هو ملحوظة مهمة عرفنا سابقا يا ابنائي أنه يجوز في مخصوص نعمة وبئسة أن يتقدم عليهما وفي هذه الحالة لا يعرب إلا مبتدأا أما مخصوص حب ولا حب فلا يجوز يا ابنائي أن يتقدم عليهما مطلقا هيا بنا إلى القاعدة يا ابنائي يستخدم أسلوب المدح للتعبير عن استحسان شيء ويستخدم أسلوب الزم للتعبير عن استقباح شيء يتكون أسلوب المدح والذم من فعل المدح نعمة أو فعل الذم بئسة وهما فعلان ماضيان جامدان أي لا يأتي منهما مضارع ولا أمر الفاعل وهو الركن الثاني الركن الثالث المخصوص بالمدح أو الزم وهو الاسم الذي قصد مدحه أو ذمه ويعرب مبتدأا مؤخرا مرفوعا وخبره الجملة قبله أو يعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو أنواع فاعل نعمة وبئسة أولا اسم معرف بالألف واللا الثاني اسم مضاف إلى اسم معرف بالألف واللا الثالث ضمير مستتر يطابق المخصوص نوعا وعددا وتأتي بعده نكرة تفسره تعرب تمييزا اسم موصول وهو من الموصول للعاقل أو ما الموصول لغير العاقل قد يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم على الفعلين نعمة وبئسة وفي هذه الحالة لا يعرب يا أبنائي إلا مبتدأا مرفوعا والجملة بعده خبره أما مخصوص حب ولا حب فلا يجوز أن يتقدم عليهما قد يحزف المخصوص يا أبنائي بالمدح أو الذم ويفهم من سياق الكلام بعد أن تعرفنا يا أبنائي على مفهوم أسلوب المدح والذم وتعرفنا على مكونات هذا الأسلوب وتعرفنا على أنواع فاعل نعمة وبئسة وتعرفنا على طريقة أعرابي كل ركن من أركان هذا الأسلوب تعالوا الآن لننتقل إلى بعض التدريبات لكي نثبت تلك القواعد التي درسناها فهيا بنا عين في كل أسلوب مدح أو ذم مما يلي الفعل والفاعل والمخصوص بئس الطالب المهمل نعم خلقا الكرم لا حبذ الخيانة الكتاب نعم الرفيق حبذ الاجتهاد في العمل بئس ما ترضى به الهوان نعم ما تفعله البر بوالديك تعالوا إلى المثال الأول بئس الطالب المهمل ما نوع هذا الأسلوب يا أبنائي؟ أحسنته هو أسلوب زم تعالوا لنستخرج مكوناته كما طلب مني في السؤال مطلوب مني في السؤال لنستخرج الفعل والفاعل والمخصوص أحسنت محمد فعل الذم هنا أحسنت هو بئسه والفاعل كلمة الطالب أما المخصوص بالذم هنا فهو كلمة المهمل نعم خلقا الكرم فعل المدح هنا أحسنت نعمة الفاعل تلاحظ أن بعد نعمة تتكلمة ناكرة منصوبة هنا تمييز أحسنت إذن الفاعل هنا ضمير مستتر تخديره هو نعمة خلقا الكرم والكرم هنا هو المخصوص بالمدح لا حب ذا الخيانة لا حب ذا ما نوع الأسلوب أحسنت أسلوب ذم فعل الذم هنا لا حب أين الفاعل هو اسم الإشارة ذا أين المخصوص بالذم أحسنت كلمة الخيانة الكتاب نعمة رفيق ما نوع الأسلوب يا إيمان نوع الأسلوب أسلوب مدح أين فعل المدح أحسنت يا إيمان هو الفعل نعمة أين الفاعل يا محمد أحسنت هو كلمة الرفيق أين المخصوص أحسنت بني المخصوص هنا هو كلمة الكتاب وقد تقدم على فعل المدح كما ذكرنا حب ذا الاجتهاد في العمل أين فعل المدح أحسنت بني حب أين يا أحمد الفاعل أحسنت هو اسم الإشارة ذا أين المخصوص بالمدح أحسنت الاجتهاد بئس ما ترضى به الهوان لا شك أن هذا أسلوب ذم مبدوء ببئسة إذن فعل الذم معنا هو بئسة والفاعل هنا أحسنت يا علي هو اسم الموصول ما أقول بئس ما أما المخصوص هنا بالذم فهو كلمة الهوان الهوان نعمة ما تفعله البر بوالديك بالطبع هو اسلوب مدح أين فعل المدح أحسنت يا علي هو نعمة أين الفاعل نعمة ما الفاعل هنا يا فاطمة اسم الموصول ما أما المخصوص بالمدح هنا فهو البر البر بوالديك ومع سؤال آخر عين في كل أسلوب مدح أو ذم مما يلي الفاعل وبين نوعه وكما تعرفنا سابقا على أنواع الفاعل هيا لنطبق ما درسناه وعرفناه على هذه الأمثلة يا أبناء بئس الرجل الخائن نعمة مرشدا معلمك أبوك نعمة من تطيع نعمة دار المتقين الجنة لا حبذا الغدر نعمة ما تتصف به عفة اللسان بئس خلقا التكبر مع أول أسلوب بئس الرجل الخائن المطلوب مني أن أستخرج الفاعلة من كل أسلوب وأبين نوعه بئس هنا هو الفعل فعل الزمن بئس الرجل أحسنت بنيا إذن الفاعل هو هنا هو كلمة الرجل ونوعه أحسنت بنيا هو اسم معرف بالآلفي واللان نعمة مرشدا معلمك تلاحظ في أسلوب المرحة هذا أن نعمة قد أتى بعدها نكرة منصوب تعرب تمييزا كما عرفنا إذن مباشرة الفاعل هنا هو ونوعه هو ضمير مستتر يفسره تمييز أتى بعده وهو كلمة مرشدا أبوك نعمة من تطيع أين الفاعل نعمة من أحسنت الفاعل هنا هو من ونوعه اسم موصول للعاقل فهو بمعنى لزي نعمة دار المتقين الجنة نعمة دار أين الفاعل أحسنت دار ما نوعه نلاحظ دار المتقين نلاحظ أن دار مضافة إلى كلمة المتقين التي هي معرفة بالألف واللام إذن نوع الفاعل هنا اسم مضاف إلى اسم معرف بالألف واللام لا حبذ الغدر مبدو مبدو بلا حبذ هو اسلوب زم أين الفاعل كما ذكرنا سابقا هو ذا في حبذ ذا نوعه أحسنت بني هو اسم إشارة نعمة ما تتصف به عفة لسان نعمة ما الفاعل هنا أحسنت هو ما ونوعه أحسنت يا علي هو اسم موصول لغير العاق بئس خلقا التكبر أسلوب زمن وقد أتى بعد بئسه فعل الزمن اسمنا كرى منصوب إذن الفاعل أحسنت يا فاطمة الفاعل هو ونوعه ضمير مستتر يفسره تمييز أتى بعده وهو كلمة خلقا تعالوا إلى سؤال آخر يا أبناء أعرب الجمل الآتية بئس من تصاحبه اللئيم محمد نعم الصديق لا حبز قول الزور نأتي إلى الجملة الأولى وهي بئس من تصاحبه اللئيم أحسنت أبني فبئس هنا فعل الماضي الجامد مبني على الفتح يفيد الذن من أحسنت يا فاطمة اسم موصول مبني في محل رفع فاعل تصاحبه لنفكك هذا الفعل تصاحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به اللئيم وهو المخصوص بالذن نعربه كما تعلمنا سابقا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية قبله بأس من تصاحبه في محل رفع خبر مقدم أو اللئيم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لمبتدأ محزوف وجوبا تقديره هو نأتي إلى الجملة الثانية محمد نعم الصديق محمد هنا أحسن تبني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة نعمة فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد المدح الصديق أحسن تبني فاعل المرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية نعم الصديق في محل رفع خبر للمبتدأ محمد تعالوا للجملة الثالثة لا حب ذا قول الزور لا حب ذا أحسنت يا فاطمة لا هنا حرف نفي وحب فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد الذن ذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل قوله مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية قبله لا حب ذا في محل رفع خبر مقدم أو قول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لمبتدأ محزوف وجوبا تقديره هو الزور قول الزور مضاف ومضاف إلي الزور هنا أحسن تبني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وبذلك يا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر